بسم الله الرحمن الرحيم أبا لنبا أناتومي باي دكتور أيمان أحمد خنفور بروفيسور أناتومي و إمبيريولوجي أليكساندر نيفرسيتي إيجيبت أهلا بكم في أولى محاضرات الهند هنتكلم فيها على السكيلتون بتاع الهند هنتلسوا بالتفصيل وبعدين هنشوف إزاي ديب فيشية بتبقى سكند وبتديني ثري ستراكشرز في الهند مهمين جدا حاجة اسمها فليكسور ريتاناكلم حاجة اسمها إكستنسور ريتاناكلم وبعدين حاجة اسمها بالمر أبنيروزيس بعد كده هنشوف حاجة اسمها اناتوميكال سناف بوكس دي جزئية لذيذة جدا على فكرة سناف يعني الشم وطبعا المحاضر سيكون فيها أبلايت اناتومي ومجموعة من الشورت كويتشنز زي ما تعود له نفيذ الوقت به السكيلتون بتاع الهند ايه البونز اللي هي بتبني الهند بنلاقي الهند بتتكون من ثري ريجونز بنسمهم ازاي؟ أول حاجة بروكسيمال رو ما هو ده؟ بروكسيمال رو بسميه كربس وده بيتكون من 8 بونز عادين في صفين يعني 4 وبعدين 4 صف بروكسيمال وعين صف ديستل بعد الكربس عندي حاجة اسمها متا كربس اللي هم اللي بشرع عليهم دولت ودول عددهم 5 والنمبر اللي بتاعهم بيبدأ من اول الصم يبينها 1st 2nd 3rd 4th and 5th بعد كده الديستل بارت بتاع السكيلتون بتاع الهند بيتكون الحاجة اسمها فالينجيس كل فينجر بيتكون من ثري فالينجيس except the sum contains only two فالينجيس واحدة بروكسيمال والتانية ديستل انها بالنسبة لكل فينجر بيكون من ثري زي ما قلنا بروكسيمال وانترميدية او ميدل فالينجيس وبعدين ديستل فالينجيس تعالوا نشوف ايه هي الكربل بونز دولت ويا ترى مطلوب مننا نعرف النامز بتاعتهم ولا لا اطبعا مطلوب تعالوا نبص كده مع بعض دي منطرة الكربل بونز عاملين two rows بروكسيمال رو انت ديستل رو تعالوا نسمعهم كده مع بعض البروكسيمال رو بيكون من فور بونز اللي هما ايه سكافويد ليونيت ترايكويترل انت بيزي فور طب والديستل رو الصف الابعد ده بيكون من another four bones اللي هما ايه ترابيزيام ترابيزايد كابيتيت انت هميت اتحدى لو حد حفظهم كده انا عارف ايه طرير تحفظون بيها اولا هي فيه عبارة واحدة بتجمعهم ببعض بس هي بصراحة عبارة unpolite شوية انا واصف ان لو سألتكم اقولها ولا لا هتقولولي اقولها وبينانا عليه انا هقولها العبارة دي بتقول ايه شي لوكس تو بريتي تراي تو كاتش هير اسمعها كمان مرة شي لوكس تو بريتي تراي تو كاتش هير طيب تعال نفصلها هناخد الحرف الاول من كل كلمة من العبارة الغير مفزبة ديت ونشوف بس قبل ما اقولهم اقولك خلي بالك ان هنا لاترال وهنا ميديل يعني دايما نحدق من اللاترال الى الميديل اللاترال هو ناخد الصم تعال نشوف مع بعض شي حرف الاس يبقى سكافوي لوكس تبقى اليونيت تو تبقى تراي كويترال بريتي تبقى بيزي فورب وبعدين تراي تو يبقى ترابيزيان ترابيزويد كاتش تبقى كابيترال هير تبقى هاميترال شي لوكس تو بريتي تراي تو كاتش هير بصوا بقى العبارة دي مش معمولة للميديكل ستودنت عاوز بقى اتجربها انت وضميرك بس انا مش عاوز حد يزعل مني ننتقل بقى الى جزئية جديدة اسمها فليكسور لتنكلم كان انا جاب لكم له صورة معبرة جدا ايه فليكسور لتنكلم ده؟ وايه علاقته بتكوين الطنل اللي احنا شايفينه ده انا جاب لكم رسمة معبرة جدا عنه تعال نشوف مع بعض هيا انا عاوز ابصتك انا الاول على الكربال بونز عاوزون نقول فيها فاكت مهمة جدا الكربال بونز ديت اللي بتكوين من ايت بونز ارنجت انتو توروز اربعة وبعدين اربعة مو ماشا قاعدين بصورة فلات كده هوا لا دول عاملين كيف كده هوا خلاص؟ بسميه كابلت جروف كابلت جروف الكابل ديت جماعة يتكون منaurais واناتتو بونز وتركيشنية كأن 4 أعمدة طلعين منهم لكي أفكر فوقهم شيء دلوقتي إيه بقى الـ 2 Bones اللي هم على إيحيى اللاترال هو أول 2 Bones من الـ 2 Rhoes اللي عندنا أول 2 Bones Lateral من الـ 2 Rhoes من السفن اللي عندنا بتوع الكربال بونز اللي هم إيه؟ إذن عندي الـ Schafoide والـ Trapezia نمسك بقى الـ Most Medial Bones في الـ 2 Rhoes على إيحيى الـ Medial هلاقي عندي العظمة العاملة زي البلية ديت اسمها بيزي فور وفي الديستال هو اكتر عظمة ميديل اللي هي اسمها هاميت الهميت طالع منها هوك اهو اسمه هوك اوف هاميت خطاف طالع منها اذا انا عندي ادي الكربل جروف عامل كده هوك واعتبر انها عندك اربع عواميط طالعين منه اتنين لاترال واتنين ميديل نشوف ايه اللي هيحصل ايه اللي هيحصل لو الكربل جروف ده واحتجايا حاطت عليه ليل من الديب فيشيا بصوا ايه اللي حصل دلوقتي تحول الى ايه يا جماعة تحول الى طانل تعال نطبق الكلام ده ادي يا جماعة حابده احط عليه اللي هو باند من الديب فيشيا بصوا المنظر هيبقى عامل ازاي اوه اتحول لي الى حاجة اسمها ايه كربل طانل علشان جدا الاكويشن ديت عارض نحفظها كويس جدا يبانا عندي كربل جروف النفق ده هيعدي منه ستراكشارز معينة حنقولها دلوقتي اذا اما نقول بقى ايه المقصود بكلمة الفليكسور ريتا ناكلا هي ايه المقصود بكلمة بقى ايه المقصود بكلمة ما وصلت له لانا احاولت ان انا اجمع عليه الاتاتشمنتز والريليشن زي ما نقول الريليشن زي ريتا هناخد نفس الرسمة دي ده الفيو بتاعت الدياجرام مهم جدا انا هنفهم ايه الفيو المقصود بها الدياجرام انا وبص الواحد عامل ايده كده عشان اشوف ايه اللي بيعدي من هنا فاحاخد ايه اكتر عضمتين لاترال اللي هو الترابيزيام والسكافوريت واكتر عضمتين ميديال خطبة هنا الهوك بتاع الهمية واجي البيزي فورم والباند اللي هي مشى بالعرض ديت هو ده الفيليكسور ريتا ناكلا يلا نراجع بقى الاتاتشن بساعته يبقى ميديالي عندي بيزي فورم عندي اللي هو الاسكافوريت هي طالع منها توبيركل اسمها توبيركل اسكافوريت والترابيزيام طالع منها شفة كده اسمها كريست اوف ترابيزيام طيب تعالنا نشوفها ايه هي الريليشنز بتاعت الفيليكسور ريتا ناكلا نفس الرسمة اللي احنا اتفقنا عليها بتكرر من تاني انا الفيو بتاعت الدياجرام اهو وانا وبص كده علشان اشوف ايه اللي بيعدي من فوقه وايه اللي بيعدي من خلال الكربل طنم فالحقيقة يا جماعة انا حطيتهم لكم في تيبل عشان نربطهم ببعض وتعالنا نبدأ الاول بالسببارفيشال ريليشنز وانما جدا هنشوف الديب ريليشنز وما تيجي تقولهم لازم تقولهم بالترتيب بالذات اللي هم السوبارفيشال ريليشنز اللي احنا شايفينهم دولا اول حاجة بتعدي سوبارفيشال للفليكسور تناكلم من على الميديال سايد هو الالنر نيرف الالنر نيرف يليه على طول يا جماعة الالنر ارتري بعدي عندي حاجة اسمها بالمر كوتينيس برانش اوف اولنر نيرف بعدي هنا ماشي نحية اللاترة هلاقي التندوم بتاع البالماريس لونجس التندوم بتاع البالماريس لونجس اهو عشان كده احنا قلنا ده المصل الوحيدة اللي بتعدي سوبارفيشال بليكسور وتناكلتها هي مين Either Index اتنين بلمر برانش بالمر كوتينيس برانش اوف اولنر نيرف والاترة اللي بالمر كوتينيس برانش بتاع الميديال نيرف طيب اخر حاجة بقى الريديال ارتي يا جماعة هو اما بيوصل للحيط خاص في الفرق ارم بيلف على ورا على الدورسن بتاع الهند وعشان ما يزعلش البالم بتاع الهند يوح جاية عاطيها ايه سوبارفيشال بالمر برانش اف ريديال ارتي الحقيقة يا جماعة انا قبل مسيل السوبارفيشال ريديال ارتيان ديت عاوز احطه لحيطة اضافة كده هي ايه هي يعني الالنر نيرف والالنر ارتي ما هماش سوبارفيشال يعني انا ما حطي ايدي كده انا مش حاسس بقى الالنر نيرف والالنر ارتي لأ هم مضغطيين بشوية سوبارفيشال فايبرز كده هوت من الفليكسوري تناكلة بيعملولي كنال اسمها كنال اف جايون اسمها ايه كنال اف جايون بس هم كتصنيف يعتبروا من الاستراكشز اللي هي بتعدي سوبارفيشال تو ديب تو زا فليكسوري تناكلة كان ده مهم جدا ناخد بقى الستراكشز اللي بتعدي شوف انا حقول ايه ديب تو زا فليكسوري تناكلة او سرو زا كاربال طنل يعني تو اكسبشان دولت لازم اعرفينهم ايه بقى الستراكشز دي؟ تعال نشوف مع بعض اول حاجة التندن بتاع الفليكسور كارباي رادياليس وتلاحظ هنا بيعدي في سبيشيال كومبارتم انت لوحده ومعها طبعا الساينوفيال شيس عشان يعني محدش يحترق يقولي ايه الساينوفيال شيس ده؟ هو عبقى ساينوفيال ميمبران غشاء بيحيد كأن بالظبط جبت كيس نايلون غلبتو كده حوالي التندن عشان يمنع الاحتكاك بورتكتز زا تندن فروم فريكشن من الاحتكاك اثناء الحركة بتاعت التندن بعد اول حاجة عندي ديبتو زا فليكسور تنكلم او بس رو زا كاربال طنل اتاني عندي الميديا النير النامبر بي دوقت لاحظوا الترقيم انا عامله مطابق يعني الكنتنس تاعت التابل طب بعد كده عندي التندن بتاع الفليكسور بوليشز لونجس وحوالي الكيس بتاعه اللي هو ايه جماعة؟ اللي هو الساينوفيال شيس بتاعه الحلقة اللي حواليه ديب بعد كده عندي التندنز بتاعت الفليكسور تجوتورم سوبر فيشيالس وبروفوندس وحواليهم حاجة اسمها كومون ساينوفيال شيس اخذ نفس البترن بتاع الرسمة اللي انا عملها دي بالضبط مهم جدا الكلام ده كاكومكولوجين بقى طبعا جاهزين بالورقة الفاضية والقلم اللي معانا كاكومكولوجين كده يبقى انا عندي نيرف اساسي بيعدي سوبرفيشن توزي فليكسور تناكلم اللي هو القلنا نيرف ونيرف اساسي بيعدي ديب توزي فليكسور تناكلم او سوزي كربل طامل اللي هو مين؟ اللي هو الميديان نيرف التابل ده مهم جدا ودي دايما محل اسئلة واعتقد مفيش امتحان يخلو من سؤال في الاستراكشن التعدي سوبرفيشن توزي فليكسور تناكلم او ديب توزي فليكسور تناكلم شو بقى مناظر بصراحة؟ عارفين طبعا انا هقول ايه؟ مناظر ايه؟ رائعة شوف كده شكل فليكسور تناكلم بص المنظر الجميل بتاع الميديان نيرف شوف شكل التندون زي بتعدي من خلال الكربل طامل another view a third view طبعا انا العامل اللي هو التجميع بتاعت الصور دي لاحظ هنا في مكان الانا نيرف وشوف هنا في مكان الميديان نيرف شوف شكل الساينوفيال الشيسس اللي هي موجودة حوالين التندونز طبعا ايه بقى الفونكشن بتاعت الفليكسور تناكلم بص كده يا سيدي ادي الفليكسور تناكلم اللي عندنا حزاب قافل على التندونز اهو طبعا انا ماجي اقامل هجماعة فليكشن واكسنشن الريست المنزل شايفينه انا مسجيله دوت فيه الليابلتي ان انا بقى الفليكشن التندونز الريحة للصوابع تتدلى من تحت طبعا اناس بقى تحت كده اهو عاجي اعمل فليكشن التندونز تتدلى لتحت طيب مين بقى اللي قافل عليها ويحكمها لي في المكان بتاعها اهه قافل علي بالقافل هوا مين هو الفليكسور تناكلم إذا اهل فونكشن بتاعتي الفليكسور تناكلم إذا اهل فونكشن بتاعتي الفليكسور تنكلم إذا اهل فليكسور تندونز تنكلم بقى تنكلم بقى تنكلم تنكلم طبعا هيا عاجي معنا نقطة الابلاية الانتومية مهمة جدا 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 في حياتنا العامة وحنشوفها كتير جدا حاجة اسمه ايه يا جماعة كربل طنل سندروم سندروم عموما معناها ان حاجة بتتكون من عدد من المانفستيشنز الأعراض مجموعة من الأعراض تعال نشوف اقصتها مع بعض هيا هتراكم في تابل وحاجة عشان حتى تاني نقطة نقطة بتفصيل نظرا لأهميتها ليس سألين من دلوقتي ان عدي حاجة اسمه فليكسور تناكلم بيعدي من تحتيق هوة مجموعة من تندونز وكل تندون حوالي الساينوفيال شيث اللي بيغلفه عشان يمنع الاحتكام ساينوفيال شيث ده جواه فيو دروبس ساينوفيال فلاور الله هو مش ممكن يحصل فيها انفلاميشن ممكن يحصل انفلاميشن اي حاجة في الدنيا يحصل فيها انفلاميشن هتاخده كندر في الباسولجي يقول لك من ضمن الكاردينال ساينس من ضمن الكاردينال ساينس ديت هو ايه؟ تتنفخ طب التندونز دي الساينوفيال شيث ديت اما يحصل لها تتنفخ ما هتضغط يا جماعة على كل الستروكشورز اللي بتعدي من خلال الكاربال تانل ماشي؟ وهو ده بقى الكوز بتاع الكاربال تانس الدروب هو حدوث ايه يا جماعة؟ حدوث انفلاميشن في الساينوفيال شيث الموجودة حوالين التندونز دي بطوزة فليكسور تناكلها حصل فيها انفلاميشن فتنفخت يعني انت بيحصل عندك هنا دم أو خراج او اي حاجة انتهاب بتلقيه ورم كده شوية طب تخيلت كلام ده حصل في الساينوفيال شيث يبقى حتضغط عندي على مين؟ حتضغط عندي على كل اللي بتعدي من خلال الكاربال تانل طب ايه المانفستيشن بتاعتها؟ ايه الاعراض بتاعتها؟ اه اكتر حاجة حتتأثر هنا هو الميديان نيرف وحنا عافينا جماعة الميديان نيرف ده اذا ميكس تنيرف يعني سنسوري موتور هتجوبها الافكشن بتاع السنسوري كومبوننت وايه الافكشن بتاع الموتور كومبوننت بالنسبة للسنسوري كومبوننت هو قم يغذيب تيه السنسيشن للنيديال اللي هو البالمر اسبكت اوه ومعهم اللي هو اللاترال توسدس اما حتضغط عن نيرف ده في البداية المريض حيحس ببين اللاترال توسدس سيحصل السنسوري منفستيشن اوه طيب ايه بقى الموتور منفستيشن بص يا سيتي الميديان نيرف ده بيغذيلي ببص على ايدك وبص جمال الخلق الربانية اللي ربنا عمل هنا هل يدى فيه حتة الاليفيشن كده عن دسمبر من هنا حتة دي الجزء ده مجموعة من العضلات اسمها سينار اميننس العضلات دي بتتغذب مين بالميديان نيرف طيب اما الميديان نيرف يتضغط عليه هيحصل نوسف فونكشن للعضلات ديه على اللونجران هيحصل لها يا جماعة أتوفي هيحصل لها ضمور اذا بص المزرح بعمل ازاي اما يحصل ضمور للسينار اميننس دي فهيحصل ايا جماعة فلاتنينج اند ويكنيس افزا سينار اميننس مصر طب المريض هتسيبه كده لا طبعا طب هنعمل له ايه الله واحد مزنوق يا اخي النيرف مزنوق فكها عليه هنفكها عليه نعمل ايه هنوعه جايين على الفليكسور اذا نكلم اننا جايين شاقينه بالمشرط كده هوت عملية هتاخدش خمس دقايب يبقى التفيتمت بتاعها هو عبارة عن انسيجن اوف زا فليكسور بتناكله انا الحقيقه هعيدها كله من تاني دلوقت بصور اكبر شوية وتعالى نعمل ديسكشن فيها كده و احنا بنشرح زي ما قلنا الكوز بتاع الكربل طالل هو عبارة عن انفلاميشن في السينوفيالشيسيس اللي هي بتعدي تحت الفليكسور في تاناكلب هينتوا عنا ايه؟ سويلنج زي ما قلنا تعالى نشوف المانيفستيشن بتاعتها قلنا ان هو سينسي عند موتور شوف هنا مين ان هو اندينجرد هنا مضغوط عليه فحينتج عنه ايه؟ حينتج عنه بص بقى الحتة اللي بيعملها سابلاي رائع رسمة دي هيحس اول حاجة ببين طيب بولونجة كومبريشن 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 وما بتعالكش الشخص هيحصل هذه السنسوري مانيفستيشن الموتور مانيفستيشن بص شكل ايد حيبعامل ازاي؟ بص شكل ايد حيبعامل ازاي؟ بص شكل ايد حيبعامل ازاي؟ يحصل فلاتنينج اتروفي افزا سينر اميننس موسلس في معلومة هنا عاوز اضفها زيادة هو الانفلاميشن مش لازم بكتيريال واتفر الكوز بتاع الانفلاميشن واللي بيحصل ده مور كومون في الفيميل بالذات وفي البريجنان تورم فكروا وقلوا لي ليه؟ طب بعد ما اتكلمنا على المانفستيشن تعال نشوف بقى التريتمينت في السلايد الجاي زي ما قلنا بالمثل بالبلد كده اذا عرف السبب بطل العجب ايه السبب؟ ان النيرف مزنوب طبعا زين نفكها عليه؟ يبقى هنعمل ايه جماعة؟ هنيجي على الفليكسور نكلم ونشوقه بالمشنط بصر التعامل ازاي العملية؟ ايه ايه يعني دي بنسميها release يعني فوقكم الزلقة بتاعته release of the median نيرف ان احنا عملنا ايه؟ incision of the flexor retinaculum منظر تاني بديع للفليكسور retinaculum طبعا دي كده ونشوف منظر تاني برده ونشوف ازاي التندونز بتعدي من space معين نفك الصورة دي فيها داتا جميلة جدا اللي حبي يوقع في الفيديو ويقعد يبقى بالتفصيل مفيش اي مشاكل منظر تاني انا مش هنكم من حاجة ابدا منظر تاني منظر تاني تعالوا بقى نتضرب على كم سوقات حاجة مع الاسئلة دي انت ممكن تقالف فيها زي ما انت عاوز وسرق انه هيجيلك سؤال منه which of the following structures بس deep to the flexor تانيكنا لا انا ممكن اغيرلك السؤال اقول لك which of the following structures بس through the اعتقد سهلة جدا يعني بقى هتلاقي كل الحاجات دي بتعدي مع دواحب بس اللي هو دين اللي هو مين يا جماعة جميل جدا اللي هو السبب بتاع منفستيشن يعني ناخد سؤال تاني بقى هنعكسها which of the following structures passes superficial to the flexor تانيكنا يكيد كل الحاجات دي بتعدي deep ما عدا ايه يا جماعة structure واحدة او بيعدي superficial اللي هو مين رابع عليكم اللي هو ال اللي هو اللي هو زي ما عندي فليكسوري تاناكلة عندي برضو على دورسم افزة هان حاجة اسمها اكستنسوري تاناكلة تعال نشوفوا مع بعض ده كده المنظر بتاع الاكستنسور لتاناكلة موجودة على الدورسم بتاع الهان حنتكلم عايزة بالتفصيل بس شوف مكانه الاول وشكله منظر تاني هو الاكستنسور لتاناكلة اذا هو برضو عبارة عن band of deep fascia بس شكلها بقى ماشي بصورة oblique شوية ماشي موجودة على back بتاع الرست والcarbal bones تعال نشوف الattachment تاعتها هانا حاولتها بصتها جدا جبتلك السكيلتون بتاع الهان ده هوت انا كده هبارك ببص من على back من على back بتاع الهان الاكستنسوري كده ماشي هنا بصورة oblique كده بيمتد ما بين ايه وايه مبدئيا ما بين lower end بتاع الradius والmost medial part بتاع الcarbal bones يعني مالوش علاقة بالقلمة وحنقول لي دلوقت يعني بص هيقلمزها ده كده هوت طب تعال نشوف بقى الرسمة المبسطة بتاعتي بقى قادر مع شكل الاكستنسوري تناكله بيمسك منين لفين medialy في البزيفور والترايكويترا تفاكرين looks too pretty طيب وعلى lateral side ما بين اللي هو اللاورباط بتاع الradius طب اروحك تنسى تقول لنا ليه مش مسك في القرنة أقول لك not to interfere مع الموفمت بتاع الradius أثناء البرونيشن والسباينيشن عشان تبقى فري لو كان العظمتين مسكين ببعض اللي هو الradius والقلنة بالاكستنسوري تناكلم دوت أثناء البرونيشن والسباينيشن حيحصل فيه interference of movement عشان كده هو مالوش علاقة خالص بالقلنة تعال شو بقى الrelations بتاعته بنفس الطريقة برضو عندي superficial relations and deep relations هنبدأ بإيه يا شطار هنبدأ بيه اللي هو superficial relations أقولك طب قديني tips كده تسهل عليك أقولك طبعا أنا جاهز superficial relations بيعدي من superficial to it اتنين beginning واتنين termination بدايتين وانهيتين تعالى نشوف البدايات البداية هي بدايات veins بداية الكفاليك vein وبداية البازيليك vein طب والنهايات يا جماعة آه عندي two nerves بيلفوا من عند اللي هو الدورسن بتاع rest عشان يوصلوا للدورسن بتاع الان اللي هم ايه بقى اللي هم terminal branches بتاعت terminal branches الرجل نير اللي هو superficial terminal branch بتاع الرجل نير ومعها الدورسل branch بتاع ulnar نير يبقى عندي كل الحاجات اللي هم بتعدي superficial to the extensory ده نكلم two beginnings and two terminations تعالوا بقى نشوف قصة deep relations بصوا بحيان حاولت طبعا ده رسمتي ودي حتة كده جابها من على النت حاولت تقفضي من على الداتا بتاعتها واقول لك هذا المنظر المجسم ولكن للسهولة أنا خدت فيه cut section كده قادي الشكل بتاع الاكستنسور لتناكلم أهو اللي أنا رسمه ده كده باللون الأورنج ده الهود اللي تحتية ده بقى مش اسباس واحد ده تقسم ب fibros tissue septum إلى six compartments والعد بتاعنا دايما from the lateral to the medium first second third fourth fifth بين العظمطين وبعين sixth على دورسة الاسبكت بتاعت الألنج أنا في حتة متردد من ساعات رانا باشر حدراتي أقولها ولا لا هتقول لي الله طبعا الرسمة دي ما الاكستنسور تناك لما هو ماسك في الألنج هتقولك هو فعلا في بعض التكستبوكس بتقولك ان فيه شوية fibres منه ولكن بصورة ضعيفة من على الميديا سايت gain attachment into the lower end الف زقالنا بس ايه انا عارف ان فيه ناس ممكن حسأني هذا السرع نعم هبدئيا deep relations دلوقتي ان هو اللي تحتيه مش space واحد ما هوش compartment واحد لا دا تقسم بحاجة اسمها fibres tissue 6 حواجز الى كان compartments 6 compartments مطلوب مننا نعرف مكان كل compartment وايه اللي بيعدي من خلاله سهلة جدا ما تقلقوش طبعا زي متوا متوقعين ستترى لكم ايه في جدوى سنقول كل compartment مكانه فين و ايه اللي بتعدي فيه ما تنساش ان العد بتاعنا from the lateral to the medial هبدئ عندي بالfirst compartment مكانه فين الله هي مش دي radius وهنا laterally وهنا medially اذا هم مربوضة على lateral side of the lower end of the radius يعني على lateral surface بتاع اللي styler versus اه طب ايه بقى اللي بيعدي فيه احفظهم ازاي خباك الموبيل اخبطوا فمعلش يعني اختار اي طريقة تنسبك انا هقول طريقة لو تنسبك اوكي بص يا سيدي وانا ما اعمل ايه دي كده هو مش صبع ده اللي هو most lateral يبقى tendons الراحة الصبع ده هي من حقها انها تحتل اكتر compartment lateral طب صبع ده ريح له كم tendons ريح له ثلاثة اللي هما ايه abductor bulishes longus extensor bulishes brevis وا extensor bulishes longus الله دول ثلاثة tendons اقولك اه اول اثنين tendons منهم بس اللي هيعودوا فيه first compartment طب والتندون التالت ده يبقى الطويل ده بقى فرحان بنفسه ومتمرد على اللي حواليه لا ده حينعزل عنه حقولهم انا عاوز compartment الوحدي حقولهم ايش معدناش مشاكل روح يعامل في compartment اللي جنبنا على طول حيلاقي واسع عليه لا هو عاوز compartment خاص بيه على قد هو الوحدي يوم يتسكن فين في third compartment فين يعمل third compartment ده اه عندي على lower end بدن بتاعة الريدياس حتة اسمها dorsal tubercle الدorsal tubercle ده مكان compartment اللي هو narrow oblique compartment ده موجود medial two زى dorsal tubercle وقاعد فيه مين يا جماعة التندون الطويل بقى اللي فرحان بنفسه ها اللي هو بتاع الصمب اللي هو ايه extensor polishes longus اه ما هو اطول واحد من الثلاثة تندونز بتاع الصمب فهيتمركز في compartment الوحدي خلاص يبقى لي كده خلصت الثلاثة تندونز بتاع الصمب نيجي بقى second compartment طب ايه اللي هيعدي في second compartment ومكانه فين مبدايا مكانه فين هو landmark بالنسبالي حتة البوني البروشيكشن الموجودة على lower end بتاعة الريدياس دي اللي اسمها dorsal tubercle يبقى علاقته بيها ايه بوجود medial sorry letter to the dorsal tubercle طب ايه اللي هيعدي عليه اه اللي هيعدي فيها جماعة هو الاثنين muscles اللي هم ماشيين على ريدياس واخدين اسمهم من اسم ريدياس اللي هم ايه اللي هم extensor carburialis longus and previous extensor carburialis longus and brevis اسم على مسمى مش العظمة دي اسمها ريدياس يبقى على الباك بتاعها extensor carburialis longus and brevis ياريت يا جماعة ممكن نوقف هنا وغمض عينيك كده وابدأ اسمى علي نفسك من تاني المست سحين المسته يبقى فيه الصم فهما تاريت من تندن اول يتسكنه في المسته 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 مسته المسته المسته تعالوا نستكملت بقية الثلاثة كومبارتمنت بقية وقادي جافسة تيبل بتاعنا الفورس شو بقنا بقلك ايه بعملك صرابة اهو اللي ايه يا جماعة الفورس الفورس كومبارتمنت الله ده يبقى لازم الاول ما كانه فين؟ ده عبارة عن وائد كومبارتمنت مش لقينه حتة انه نصفه بيها غير ان هو واسع وميديا توزا سير دو كومبارتمنت قادي يسيد الوصف بتاعه طيب بعيد من تاني ده عقم كام؟ اربعة وبيعدي فيه المصل ام اربعة تندر اللي هي ايه؟ اكستنسور ديجيطورم وعاك تقولي سوفافيشيالس بيعدي في مين؟ اكستنسور ديجيطورم طب و ايه تاني؟ اه هي مش الاكستنسور ديجيطورم ديت اللي هي بتعمل حاجة اسمها اكستنسور اكسبانشن اه يبقى بيعدي معها كمان مصر من اللي بتمسك في الاكستنسور اكسبانشن اللي خاصة بمين بقى؟ بالصم بالانديكس فنجر اللي بيعدي معه اكستنسور انديشن طب و ايه تاني؟ هتستقرابوا دلوقت بيعدي فيه النيرف بتاع البوستيرو كومبارتمنت اللي هو ايه؟ اللي هو البوستيريور انتر اوسيس نيرف اللي هو ديب برانش بتاع الريديا نيرف اللي بيغزيلي عشرة مصرز من البوستيرو كومبارتمنت اوف زفور ارم طب بص بقى ايه لغريب في الموضوع؟ مش هو اسمه بوستيرو انتر اوسيس نيرف؟ اه وبيعدي معه انتير انتر اوسيس ارتري الله ازاي كده؟ ايوه يا سيدي الانتير اوسيس ارتري اساسا ماشي فيه الانتير كومبارتمنت بيجي عند اللور ابرتر اوف زفور ارم بيخرم الانتر اوسيس ممبران ويروح يغزي البوستيرو كومبارتمنت يساعد في تغذية الارترياس صلى اللهي بتاع البوستيرو كومبارتمنت اذا حكتمه تناقضاتين اهوه بوستيرو اوسيس نيرف؟ وشوفوا ايه جميع متجوز مين؟ متجوز واحده جنسيته مختلفة قالص اللي هو مين؟ انتيريور انتر اوسيس ارتري خلصت كده الفورس كومبارتمنت نيجي بقى اللي هو الفورس كومبارتمنت مكانه فين يا جماعة؟ اه هو موجود بين العظمتين اوه وصفه سهل جدا اوه طب ايه اللي بيعدي فيه؟ انا هقولكم على حاجة طالما مهواش مكان لوكالايز يبقى بحط فيه مصل شخصيتها ضعيفة زغيرة كنتموت وزغيرة كده اللي هي مين مين المصل الوحيدة اللي ممكن يتضحك عليها وفيها كلمة ديجيتي مينيمي يبقى يعدي فيه مين يا جماعة اللي هي مصر زغيرة هيتضحك عليها مش لقي نلاقي كومبارتمنت واضح ولا الريدياس ولا الالنر يبقى نحطها فين؟ يبقى عندي مين يا جماعة السيكس كومبارتمنت وده ديفنتلي موجود على الباك بتاع الالنر بتوين ايه وايه؟ بتوين الهيت والسطيلاي بوسيس بتاعة الالنر وده بيعدي فيه ايه؟ بيعدي فيه المصل على اسمها مش هي اسمها الالنر يبقى اللي بيعدي فيه اكستنسور كارباي النارس رجائي توقف الفيديو هنا وحاول مع نفسك تسمع السيكس كومبارتمنت كل واحد مكانه فين؟ وايه الكنتنس اللي بتعدي فيه؟ يا طرق ايه الفونكشن بتاعة ال الاكستنسور اقول لك يا السلام وامتا لو فارم الفيديو التنكلم هتقولي هو نفس الفكرة بتاعة الاكستنسور مكانه تعمل اكستنشن فيه لعبالي تياني تبدت اطلع لفوق كده مين اللي بيقفل عليها بالاف للي خليها اعدا في مكانها؟ مين اللي بيقفل عليها يخليها اعدا في مكانها؟ هو الاكستنسور لتنكلم اذا نفس الكلام اللي قلناه بالنسبة نأخذ سؤال على الإكستنسور لتنكلم حلم جداً السؤال ده مع أن كلها حاجات بتعدي محتوى من البوستير كومبارتمنت زفور R حتى قلنا القصة بتاعة الانتيوتاقوسياس أرتي النخار من الانتيوتاقوسياس ميمبران وروح للبوستير كومبارتمنت وعدم الفورس كومبارتمنت وبالمين الوحيدة اللي ما بتحصلش الإكستنسور لتنكلم أعتقد واضح جداً قدامنا أهوت اللي يمين يا جماعة البريكيو راديالس وصلنا بقى بالنسبة للهان وهو حاجة اسمها فالمر أبونيوروزيس من ثاني اسمه فالمر أبونيوروزيس هل نعرف ايه المقصود بكلمة بالمر أبونيوروزيس ديت؟ زي اعنا شايفين لون أبيض ناصع البياض جميل أهوت يعني معمول من ايه؟ من فايبر ستيشو إذا الـ بالمر أبونيوروزيس دوت هو عبارة عن تريانجولر بص أنا حمش عن ماوس أهوت الشكل المسلس ده عبارة عن تريانجولر سيكيننج في المدل بتاع البال اهوت تعال نشوف ايه الـ بالمر أبونيوروزيس نفسها بس ما أستبقها والحياء أنا حاولت أحولها إلى شكل الـ ظريف جدا تعالوا كل سنة بقعد أنقح في الـ حيث أنهم أكون كبير جدا لكن أظن أنها إن شاء الله يكون علمه ينتفع به بالنسبة لكم بإذن الله المنظر المسلس طبعا واضح في رسمتي أهوت شكل المسلس طبعا وقلت المسلس يبقى له إبكس وسبحان الله بقى الإبكس المسلس دي ماسك فيها مين التندون بتاع البالماريس لونجرس طب الـ بتنقسم إلى 4 باندس بص 1 2 3 4 كل باند منهم بترجع تنقسم تاني إلى another 2 باندس which بتشدلي على بالمار أبنيورزيس أما تشد على بالمار أبنيورزيس فهيعمل لي شوية فليكشن في مين يا جماعة في الفينجرس وفي الرسط ولكنه طبعا ويك أكشن طبعا خلصت الإبكس والبيس هيا جماعة الصايدز بتاعته ديت بتدي حواجز نزلة من على الجنبين بتفصلي مجموعة العضلات الخاصة بالصم الداخلية بتاعت الهند اللي اسموه سيناء المسلس وحاجز تاني بيفصلي مجموعة العضلات الخاصة بالليتل فينجرس اسموهم هيبوسيناء المسلس يبقى الحاجز اسمها إيه؟ ميديال أندلاترال انتر موسكولر سيبتر ايه الفونكشن بتاعته؟ طيب أنا قبل ما أقول الفونكشن محب أشوقكم له كده الأول ونسبة الفونكشن الأول عشان تعلق في زينانة بإذن الله بص يا سيدي قادي الشكل بتاع البالمار أبنيورزيس أهوه أنا مش شايف حاجة غير دي فيشية سيكنت عاملالي منظر بديع وجميل جدا طيب أنا هعمل إيه؟ هعمل لها ريفليكشن عشان نشوف إيه اللي تحتها ينهر أبيض ده تحتها نيرفز وفزينس و تندونس طيب أنا عاوزة حافظة على الحاجات دي يبقى رجعلي تاني بقى اللي هو البالمار أبنيورزيس إذن هو كل الفوكشن بتاعته اللي هو بورتكشن مبينة 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 اتشاهد من المبينة مبينة وصلنا بقى الجماعة إلى جزئية ظريفة جدا حاجة اسمها اناتوميكال سناف بوكس باقي سناف يعني شم مين فينا يا جماعة ما حاولش يعمل الصنب بتاعه دوة المنظر اللي حنشوف دلوقت ده ميدوي مبين اللي هو extension and abduction هلافي حفرة حصلت هنا كده اللي حنشوف عليها الساهم دي الديبرشن اللي حصل ده اسمه anatomical snuff box طيب الحقيقة يعني أنا عاوز أنتوا بقى تكتهدوا وكل واحد يبعث لي كده يقول لي هو ليه الحتة دي اتسمت anatomical snuff box يعني أنا قلت لكم بقى رسمة كده معدبها فاني جدا بس شانتوا تفتكروني بيها يعني ماشي كل واحد يحاول يكتائي كده يقول لي ده ليه تسمى anatomical snuff box طبعا أنا مش حينفع أقول أحسن كده إدارة اليوتيوب هتوقف لي الفيديوهات وحتبعت لي انظار زي ما حصل في محاضرة الليبر بتاعت سنة تانية anatomical snuff box طبعا أنا بهذر طبعا ما حصلتش حاجة نشوف إيه المقصود به قادي المسلس ده أهوت نشوفه بصورة أوضح شوية إذن هو عبارة عن depression concavity موجود على lateral side بتاع الرست مش عرف أرهلكم إزاي أهوت الحتة دي كده ماشي أنت بقى أما الصنب يكون midway ما بين extension extension هنا واضحة جدا أهوت extension and abduction اللي في حفة أهوت الحفة دي يا جماعة اسمها anatomical snuff box طيب خلينا بقى إيه نشوف كده إزاي بتتكون إيه البوندز بتاعتها هنفهم الكلام ده من أول اللي سلايد اللي جاي هيا جماعة هيا محاطة بمجموعة midtendence بتوع الصنب هيا بتلخبط جدا أنا عدت أكتهت كده فيها قلت زي من سببتها في زهننا بطريقة بحيث ما تنسيش أبدا هقول لك فاكر أيام زمان أيام ما كان نسه في مدارس وكنا بنقف طبور في المدرسة كان بيقول لك إيه القصير يقف قدام والطويل يقف وار فأنا عندي ثلاثة tendons خاصين بالصنب اللي هما abductors publishes longus شبا قد اسمه abductors بس هو كطوله قصير وبعين extensor publishes brevis وأطول واحد فيهم اللي هو extensor publishes longus هقول لك وأفهم لي كأنك موقف طبور في المدرسة عشان نشوف بقى الحفرة دي البونز بتاعتها هقول لك تمام يبقى الانتيرو boundary أو اللي هو lateral boundary شوف انتيرو بقى انتيرو القصير خذ لي اكتر اثنين تندون قصيرين هعتبروا اللي هو الانتيرو boundary اللي هما إيه اللي هما الابدكتور publishes longus واكسنسور publishes brevis وعشان ما نتلخباش قولي ده كتاب كذا كاتب كذا مش كاتب انتيرو بستيرو اللي ده كاتب ميديا وللاترا قولك ما يوجد مشاكل خالص تخيل الهند دي بس المحضوظة في الاناتومي position يبقى الانتيرو ده هيبقى مكانه فين lateral مختلف نجح طيب البستيرو boundary اللي هي بقى الميديا حط نفسك برضو الاناتومي position خلاص هيبقى ال posterior boundary او ال medial boundary بيعمل هيبقى التندون الطويل الفالح اللي هو مين اللي هو extensor bullishes longus يعني حطناه كده في الحزبان دايما عندك التندون الطويل قوي ده اللي هو extensor bullishes longus ده اصلا اللي هو بنسميه التندون بتاع المشاكل مرضاش يقعد مع زميله في نفس الكمبارة من تحت الاكسنسور تناكلم خلاص وقعد لوحده اللي عملي اللي هو البوستير boundary بتاعة ال anatomical snuff box so i can describe it as ميدو مشاكل طبعا مش حايفة من حتة دي اللي طلبنا المصرية طيب بص با ركز جدا في الرسمة داي وقولك انا مش هحكرا من حاجة ابدا عشان تبقى متخيل اكتر واكتر بص كده باسمه دي علشان تشوفوا الحفة كويس ال anatomical snuff box اللي هتقول لي ليه تسمت snuff box انا عاد كده المحضرة دي اصبحت كلها موبيقات كده غير مطبقة وشوف كده اما تحط ال ايه دي في ال anatomical position شوف حيبقى فين مين ميدالي ومين لاتري زي ما اتكلمت على medial and lateral boundary او anterior and posterior boundary تعال شوف الروف وال floor بص يسيدي على ايدك كده اما الدعاء في ايدك كده سنجد خطوط زرق كده ما هي vanes او انا مقارن عندي بين vanes و artery مين اللي حيبقى super facial ومين اللي حيبقى ديب اكيد superficial هو vein وال artery هو اللي حيبقى ديب وده نفس الكلام بتاعنا ما اختلف ناش يبقى بيمشي في الروف طبعا skin super facial 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 طبعا ومعا beginning of kephalic vein ومعا cutenius branch اللي هو بتاع مين يا جماعة اللي هو terminal digital branches بتاع regenerate طب ده الروف طب الفلوريا جماعة الفلوريا جماعة ده جميل جدا بقى بيتعامل بعضمطين بدقين بحرف الاس يعني اس اس انا عارف انكم تقولوا عليه ايه دلوقت دي ماشي اس اس العضمطين دولت اللي هما الستايلويد برساس بتاعة الريجاس والسكافوريد وماشي على الفلورمين يا جماعة الريجا الارتف عشان كده قلتلك على الروف الفيل وعلى الفلورمين اللي هو الريديال ارتري علشان كده لو قلتلك انا ممكن ايه الارتري اللي انا ممكن احس البلسيشن بتاعه في منطقة الاناتوميكا لسناب وكس وشوفوا على النت فيه رسومات وهو بيقياس كده منه لانه اجينيست بون زي انا ما احنا قللين الفكرة بتاعتنا قبل كده علشان احس البلسيشن بتاعت اي ارتري لازم يكون اجينيست بون خلاص ده اللي هو في منطقة ايه جماعة الاناتوميكا سناب بوكس رائع طبعا عمتم بتحبوا طبعا الشخص ده جدا لانه اللي يجبكم الاسئلة ديت يلا نبدأ بقى مجموعة من بتاعتي وتشوف the following muscles doesn't share in the formation of the anatomical snuff بوكس اقرأ على مهلك وزي ايه بقول دايما ممكن توقف الفيديو بتوقف تفكر وتشوف ايه الاجابة وبعد ان تشغل الفيديو وبعد ان تلاقي الاجابة اللي انت بتعيلها ايه غلط يلا تحن نشوف مع بعض which which اخترت ايه جميل جدا extensur cabareus longus دي ملهاش علاقة بالباونز بتاعتي الاناتومical snuff بوكس always but on concentration ان اللي بيشارك في كل الباونز اللي هما الانتير و بستير هما التلاتة تندن بتوع الصم which is not true as regard the anatomical snuff box the main the main content is the radial artery the radial nerve supplies the skin roofing it scaphoid bone is present in the floor the dorsal boundary dorsal boundary dorsal boundary is the abductors bolishes longus ها الطويل بيقف فين يا جماعة بيقف وره طبعا اطول تندن عندنا هو extensor bolishes longus باديه choice answer وبنسبتها هوات ب the gram بتاعنا يلا نبدأ بقى نكمل رحلتنا مع practical questions identify the pointed structure ايه اللي متشبع عليه ده طبعا ده نيرف وبيعادي deep to the flexor تناكله اعتقد مش عارز ده كلام بقى يبقى مين ده يا جماعة انا سمعكم ممتاز 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 ميجا نيرف يلا identify the pointed structure الله اه ده حبيبي بقى جماعة انتوا عارفين طبعا يعني انا عارز كل اللي يشوفني كده او ما هتعمللي كده هوا حفهم ان انت على طول فهم انه هو ده مين اللي هو extensor digity minimi جميلة جميلة طبعا what is the proximal attachment of the pointed structure حلو هو هنه مشهور على مين على palmar aponeurosis اللي هو شكله مثلث والابكس بتاعت المثلث عندنا ماسكى في عضل اللي هي مين احنا قولك رائد يعمل بقى التست النفس وعنده anomaly ولا لأ مين العضل يا جماعة اللي هي ماسكى فيه اللي هي palmaris longus which bolts can be felt in this picture احنا استعيلان اسمه يا جماعة هي كلمة واحدة ملاش تاني اسمه ايه rigid bolts اخر جزء ايه من الاسئلة بالاها ال interactive questions تاني ايه مع بعض 28 years old pregnant woman felt tingling sensation tingling احسب بشكشكر full of boy barythesia خلاص تاني ايه للاحساس من قدر طيب then pain خلاص وجع in the lateral side of the palm of her hand في lateral side بتاع الدلم بتاع الهند بتاعها this pain partially relieves when she elevates her upper limb upwards على فكرة يعني هو التشخيص بتاع الحالة ديت اللي انا شفتها كتير جدا يعني احنا فعلا بنقول للمريضة معلاش شو انت نايمة رفع ايديكي جنبك كده شوية حتحس ان القلم هيهدى شوية طبعا ليه يا جماعة انا نرفع ايدي كده بتقل الايديمة وتقل الرشح المية وتقل السوينج شوية طبعا اذا في ميل لازم هتشتكي هتشتكي هتقول لك ايه طب وانا حفظ النايمة ورفع ايدي كده او لا لا انا نزلي ايديك وحسي بواجعة جميل جدا what is your provisional diagnosis and how to confirm يعني how to confirm يعني how to confirm هي صعبة شوية طبعا اكيد عارفين الحل بتاع الproblem دي ماشي how to confirm هو بتعمل يعني حاجة in Arabic اسمها رسمة عصب عشان بيبان فعلا ان فيه affection للنيرف اللي انتو عارفينه اللي هو حصل له compression dart طبعا ده المنظر هو طبعا علي تقول لك وجع 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 المريض يا جماعة لازم اعرفين عمر ما هيسمع الكلام الا when he is in pain خلاص يعني لو انا قلت لك لا بتقارئ هي مش حاسة بواجع او يبقى الموضوع بسيط جدا وتقول لها رواحي بيتك تعفل عندها اصلا مش شكل في البيت اه اتمنى جماعة نكون فهمنا المحاضرة و اه ياريت ياريت انا ممكن قلت الكام دقب كده بكرا وتاني الاناتومي يعني مش هو عشان مادتي يعني هو مادة ظريفة جدا ومهم جدا ده طبعا هو ده الكور بتاع الميديسن هو ده الاساس اللي عمليه مش عمليه امتحان ودرجاته خلاص انا عاوز المنهج يثبت في ذهننا تموك بتلك المحاضرة بمحاضرة ليه نفسك تمام التمام هتعدي محاضرة تانية وتالتة وتالتة تبقى ابني لو فرامت حاجة من المحاضرات الاولى ياريت يا جماعة دايما ناخد محاضرة من الاول نعيد عليها مع محاضرة من الجداد نذاكرها وهكذا عمر المعلومة ما هتثبت في ذهننا من مرة واحدة ابدا 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 ما تخلقش اللي يذاكر حاجة مرة واحدة وتثبت في دماغه خلاص الا بسجل حد جينيوس يعني ما عاربش انا مش من هذا النوع ماشي منتظر يا جماعة اي مساعدة ممكن اقدمها لكم ونشوفكم على خير بإذن الله اشتركوا في القناة